قبل ما أبتدأ في الحلقة جميعنا نشاهد الأخبار والأحداث في الشرق الأوسط الحرب الدائرة إسرائيل مع حماس يؤسفنا طبعا أن نشوف الكم الهائل من الأبرياء والقتلة من نساء وأطفال ورجال وطبعا مدنيين وهذا طبعا شيء محزن وشيء مؤسف جدا نحن نعرف أن يسوع المسيح مكتوب عنه أنه هو رئيس الحياة الشيطان هو المسبب الظلمة والموت والإرهاب أيضا في كل مكان وهذه الحرب ما فيها ربح أو خاسر كل اللي بيتأثروا من الحرب هم من المدنيين ومن الأشخاص الأبرياء اللي بتدفع الثمن نحن نصلي اليوم أن رئيس السلام يعم بالسلام في بلادنا وفعلا يمكن نجربنا كل شيء شو رايك نجرب نتبع تعليم يسوع المسيح أنا بصلي أنه الرب يعزي كل العائلات اللي فقدوا أحبائهم على الطرفين طبعا ومنصلي أيضا باسم الرب يسوع أنه يشفي كل الجرحة وكل المتألمين وكل المتضررين ومنصلي نكون في حل نهائي كامل وأنه فعلا تبنى البيوت وتعمر وأنه مجد الرب وفرح الرب وسلام الرب يملأ كل بلادنا الغالية العزيزة جدا على قلوبنا من هذا المكان باسم برنامج ليكنور من خدمة نور لجميع الأمم منحب أنه نعزي كل اللي فقدوا أحبائهم وفي نفس الوقت بحب تعرفوا أنه أنتوا في فكرنا في محبتنا وفي صلواتنا أيضا وبصلي أنه الله يجيب الحل الكامل وإنهائي في هذا الموضوع اشتركوا في القناة